أجرى رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر اتصالا هاتفيا بسفير بلادنا لدى ألمانيا الاتحادية الدكتور يحي الشعيبي عزاه فيها بوفاة شقيقه وكيل محافظة عدن سلطان الشعيبي الذي انتقل إلى جوار ربه إثرى مرض عضال ألم به وخلال الاتصال عبر رئيس الوزراء عن حزنه العميق برحيل الوكيل الشعيبي مشيرا إلى أن الوطن فقد واحدا من قيادته المخلصين والمؤثرين في المجتمع مؤكدا أن الفقيد عرف طيلة حياته بشجاعته ورأيه السديد وحبه للعمل مكرسا جل وقته لخدمة الناس من خلال موقعه كوكيل لمحافظة عدن وفي المراكز والمواقع القيادية التي تقلدها وقال رئيس الوزراء أن الفقيد كان مناضلا جسورا مدافعا عن الثوابت الوطنية والجمهورية والوحدة واليمن الاتحادي وتحلى بالصبر والعطاء مقدما مصالح المجتمع فوق المصالح والاعتبارات الشخصية رفضا للظلم ومنحازا للعدالة والمساواة والقضايا الوطنية اليمنية ومناديا للحرية والديمقراطية والأمن والاستقرار لشعبنا اليمني وترحم رئيس الوزراء على روح الفقيد سلطان الشعيبي سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه وكافة أفراد أسراته الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر